حسب المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان فقد شهدت عدن 200 عملية تصفية جسدية منذ عام 2015 وجميعها قيدت ضد مجهول إنها المدينة الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا آخر تلك العمليات وأكثرها بشاعة كانت استهداف هذين الزوجين الصحفيين محمود العتمي المتعاوم مع قناة العربية وهذا هو مع العربية والحدث وزوجته الصحفية رشا عبد الله وهذا هو ابنهما في الوسط عمره سنتان الاغتيال كان في مديرية خور مكسر كاميرات المراقبة رصدت لحظة تفجير السيارة تداول يامنيون هذا الفيديو لتلك اللحظة في عدن وقالت وسائل إعلام يامنية إن الانفجار نجم عن عبوة الناس فكانت قد ألصقت أسفل السيارة الأمر المفجع جدا والذي يكسر القلب أن محمود كان يستحب زوجته رشا إلى عيادة دكتورة لأنها كانت حبلة على وشك أن تضع مولودها المنتظر في نفس اليوم الانفجار أودى بحياتها وحياة جنينها على الفور أما الزوج فأصيب إصابة بالغة وتم نقله إلى المستشفى لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن هذا الانفجار لكن محمود العتمي وهو الزوج اتهم الحوثيين بالوقوف وراء التفجير وأخبر وكالة الأنباء الفرنسية أن الحوثيين كانوا يحاولون معرفة عنوان منزله نحن في تريندينج تواصلنا مع محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية للتعليق على الاتهامات لكنه لم يرد حتى الآن ولم يصطر أي تصريح رسميا من جانب الحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك تفاعل كبير نبدأ من روزي دياز روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقول لا أجد الكلمات للتعبير عن هذه الأخبار المفجعة ما عسايا أن أقول عن مقتل طفل في رحم أمه قلبي وصلواتي مع أهالي الضحية أحمد الأشوال يقول بس ما يجي واحد يقتل واحدة حامل وعادها بداية عمرها هي وزوجها إلا ودماغه مغسول إن ذي عمله صح وأنه في سبيل شيء خير للأمة مستحيل حد عنده ضمير وصاحي يعمل جريمة كهذا حتى لو هي عملية استخباراتها ناجح الرازي يقول الصحفيون والمدنيون عموما يجب أن لا يكون ضحية للنزاع على السلطة أو للحرب التي يديرها تجار حرب عن بعد أو بالريموت كونترول الملك اليمني من يسمي نفسه كذلك نحن ضد العنف والإرهاب بشكل عام وهذه الحادثة أثرت فينا جميعا خاصة أنها طالت رمزا صحفيا معروفا نتمنى من الجهات المختصة التحقيق في الأمر بدقة وضبط المجرمين رشدي الغداري يقول للأسف كل مناطق اليمن ليست صالحة للعيش هناك تفجيرات هناك اغتيالات هناك مدنيون مطلوبون مدنيون عز المطلوبون من طرف معين هناك تجنيد إجباري من كل الأطراف وكل طرف ما لديه إلا لغة العنف وسفك الدم رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن معين عبد الملك وجه الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق وقال إن هذه الجريمة الإرهابية الجبانة وما سبقها هي محاولات مستميتة من قبل قوة لا تريد لعدن وأهلها الاستقرار بالنسبة لمكتب اليونيسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن أيضا علق على الواقع يقول نشعر بالحزن لفقدان زميلتنا الصحفية رشا الحرازي اليونيسكو تدين هذا الهجوم وتدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الدعم لسلامة الصحفين شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا